اشتركوا في القناة على تلاواته السابقة يلا نسمع داخل علينا جامد اوي اي الاسلوب الامر كما ينبغي ان يكون وخدت بالك من كمية العرب اللي قال بها تومر وبيقرأ بمقام الشوق افزا له والاشتال مركبار دعمل الشيخ خالت حنف أصدع بما يقوم الله أصدع بما يقوم الله وأعرض عن المشركين الله أصدع بما تمر وأعرض عن المشركين بالذات فإنك المختلفين إِلَى الَّذِي بَلْ يَجَوَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَا تَمَاقَلْ إِلَا تَمَاقَلْ إِلَا تَمَاقَلْ إِلَا تَمَاقَلْ ودنا في حتة غير متوقعة خالص أنتقل على الطاير من مقام العجم لمقام البياتي ما هو كان بيقرأ شوق أفزة يعني عجم وحجاز استبدل الحجاز بالبياتي بس الفرق بقى أنه هو ركز على البياتي يعني انتقل خلاص خرج برا المقام وطبعا متوقعناش كده خالص الله رجع عجم شو أفزة عجم شو أفزة وأعارف عن المشركين بالنبا كفيدا كالمشركين اللذين يجهدون منطورين موسيقى 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 الله 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 أكبر ايه ده انتقل هنا المقام البياتي صفاه واخدم بالكم من جودة الصوت من لمعته من الدرجة عالية ازاي وبالرغم من ذلك ما تأثرش به في سنه ده ده في سنه متقدم جدا وهو بيقرأ التلاوه دي الله يرحمك يا عم الشيخ عبد الله موسيقى وآلط عامل المشركين الله موسيقى الله وأعرف عن المشركين إنا تبعي هذا المستوزين الذين يجعدون مع الله إلى نماز تنقله بالاحكام ده وبالجودة دي يدل على انه عارف وبيعمل كويس اوي ليست انتقالات عفوية على الاطلاق طبعا افل بياتي اتمنى تكون قطفة النهاردة عجبتكم وندعي كلنا بالرحمة لفضيلة الشيخ عبدالله عمران ونلتقي على خير في قطفة جديدة ان شاء الله في الايام القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معاكم احمد شافي